حاجة تاني ممكن الناس بقى مبارح كتقدت بعتلي على حوار بابا ده عندما بقولولي انت بتقول لكل الناس اللي انت بتحبها بابا بابا انا فعلا اممكن اي حد اكبر مني سنا بجد بعتبره زي اولي انا من نوع ان انا اممكن انا عايش في بيت بابا وماما يعني طفل والله العظيم حد دلوقتي طفل ومدلل ليه فانا بالنسبالي لما بيشوف حد ده اكبر مني بقوله بابا وبحب الحاجات دي فالناس كتير بعثتلي بقى مبارح ان في حاجات كده حصلت يعني بابا ومش عارف ايه فانا بالنسبالي اي انسان قدام بقوله بابا مش عشان خطر ان الواحد مثلا عايز منه حاجة او حاجة يعني فيه ناس بيبطلة من الفين وعشرة وكل يوم بيروحوا البيوت البابا بقى هما بيروحوا لبابا البيوت عشان يجددوا كل سنة وهو اصلا مبطل من الفين وعشرة فلما يجي حد يتكلم في حاجة باتكلم في الوشة بتتكلمش في الظهر طيب نروح بقى كمان لنقطة مهمة قبل قبل ما نروح بص امام عشور متابع متابع الحلقة وكان بيكلم قربة في الفاصل حمد فاتحي ترزيجيه كله ترزيجيه حيروقك اه اه انت هتلعب على ترزيجيه نجم مصر اه ترزيجيه اخوي اه اه لا لا دخويا اه اه لا لا دخويا اه جدا من انضف الحقيقة للشخصيات اللي شفتها يعني ممكن اه طيب امام امام طبعا ان اه امتابع الحلقة اعمال على كل شيء عمدي وعاتلي دخويا وانت يلاقش ام واحنا نفضل انا وانت طول عمر اخوات وانا يعني بعد ربنا سبحانه وتعالى وبقولك دايما ان شاء الله انا هبقى مدير فني وانت لسه هتكون بتلعب كرة هتبقى احسن اللعيف ان شاء الله بازن الله في افريقيا ومصر السنين اللي جاي كلها لان انت كوالد بتاعك عالي جدا هتفهم من اعلانك ده ان انت يوم ما هتبطل هتبقى مدرب لا انا اعز امثل هتمثل اه يعني لسه انا نشوف بس اعتزل انت لسه قدامي عشر السنين كده كانت تريزيجية لا تريزيجية اخوي او تزعلش انت قلبي وانال عزيجي انت عارف احنا انا عشان انا هو على تواصل دايما شخصان محترم اوه 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 وعاز اقول له ممكن تريزيجية ممكن اه بالسنة دي ممكن هو احسن احسن محترف اه مكسر الدينة في تركيا وعاز اقول له انت انت بالنسبة لي حاجة كبيرة جدا وحنا انا هو طلعين وحنا صغيرين في النادي الاهلي مع بعض وعلى 24 ساعة على تواصل وعلى طول بباركلي وانا على طول بباركله فبقول له انا اخويا مقدرش هلعب عليك انت اللي ترعب تقول له عمر ان شاء الله وشين مرموش خالص على جنب انت انا كم واحد يا تلزيجية وحمدي فاتحة طبعا اه بحب بشكوره وبحبه وعمستوى الشخص جدا لان حمدي بقى ويف معي وقفة قوية جدا لما رجعت انه هو كان بلعب رقم تمانية فدايما في كل قبل بكل ماتش قلنا لكش دعوة خليك انت قدامه ان هضغط على كله وانت بس كرة جلج هدى جون والله العظيم قبل كل ماتش كده قبل كل ماتش كده فهو على طول كان بيروح هو الوحيد كان بيروح يضغط على كله ويجيب له كرة حمدي العيد كبير بسوء حمدي وربنا يكرمه ومشي كويس قوي مع فريو تمانا اكتبه وارسة